بشرت لجنة العفو الرئاسي عام لها على ملف دمج المفرج عنهم وتلقت عددا من الطلبات لمواقف للمفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل كما يتم تنسيق مع الجهات المعنية لأجل أو لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال هذا وأكدت لجنة العفو أنها وحدها دون غيرها التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن وأنه لا الصحة لما تعلنه بعض الكينات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن